السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الخميس 16 أيار مايو القمر اليوم موجود في برج العذراء رحضي الموجود في برج العذراء لغاية الساعة 10 و22 دقيقة من صباح يوم السبب بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و10 دقائق من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينج لينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر طبعا بما إنه موجود في برج العذراء معناته اليوم منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية منركز في جميع التفاصيل ومندقيق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس بهاي الفترة يعني نادرا إنهم يقدموا الدعم المالي أو العاطفي لأن العنصر العملي في حياتنا بيكون هو المسيطر أكثر أهم إشي إنه بالفترة هاي تحذروا من الوهم والوسواس لأنه بيسيطر على كثير من الأشخاص هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكننا الحصول على حيوان أليف وأيضا بإمكاننا قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد أيضا مناسب لتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة لزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في أي زوايا تذكر طبعا في تأثيرات لزوايا منفصلة بتبدأ في ساعات المساء ولكن اليوم ما رح نذكرها في حلقة الغد إن شاء الله نذكرها ويكون وقتها أساسا ولكن اليوم ما في أي زوايا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا الأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت إضطرارية طبعا عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لباقي عضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر لأشخاص اللي بعانوا من كثافة الشعر وبدهم يتخلصوا منه أو بدهم يبطؤوا ولكن الأشخاص اللي ما عندهم أي مشكلة بكثافة الشعر فما في أي مشكلة لإزالة الشعر أيضا هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذرة خلو المسار القادم بيبدأ الساعة التسعة وثمان دقائق من صباح يوم السبب بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسارا المحدب عمره ثمان أيام الآن موعد بث الحلقة الساعة عشرة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينيش بنبدأ باليوم التاسع يعني بداية اليوم التاسع بتوقيت جرينيش فلكيا نسبة الإضاءة ثلاثة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في العذراء حتى يوم ثمنتعاش خمسة سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية أما ساعات العصر منتحس بنسبة عشرة في المية عطارت في الثور حتى يوم ثلاثة ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الحمل حتى يوم 9.6 سعيد بنسبة 15% والمشتري في الثور حتى يوم 25.5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدولو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم أهم شيء أنك تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة عشان تقدروا تتوصلوا لأي اتفاق وخصوصا مع زملائكم بالعمل وابحثوا عن حليف أو عن داعم واتجنبوا الإساءة لأصدقائكم أو شركائكم وأهم شيء أنك تنتبه لصحتك لأن هذا بيت الصحة فإذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتظل الرغبة اليوم قوية في التقرب من أحباكم وأيضا هذا اليوم مناسب جدا لإيجاد قاسم مشترك يجمعكم بهم بحيطك الفلك اليوم بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي ولا التواصل مع المحيط وممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر أو فرها حظا بتشعر بالطمأنينة وبالراحة وبإمكانك اليوم ممارسة هواية أو الاهتمام بالذات أو بالأحبة أو بالأبناء فيوم جميل بكل معاني برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أيضا بإمكان كل يوم تهتموا بمسائل تتعلق بالعقارات مثل استئجار بيت أو شراء بيت أو صيانة بيت ولكن في بعض الأوقات ممكن تشعروا ببعض الحزن أو التعب أو تبحثوا عن ملاذ آمن أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك صحيح أنه في بعض التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط أو الأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وأثناء تنقلاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم عشان هيك حاولونكم ما تدخلوا في أي نقاش حاد مع أخ أو جار اليوم ممكن يسجلك لقاء مهم أو اتصال مفيد وبتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة طبعا على المستوى العاطفي الأجواء جيد جدا والاهتمام بالسيارات والإلكترونيات بيكون قوي جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتكونوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وخصوصا النفقات اللي ما إلها أي داعي وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وأحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة وممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي أهم مش إنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقظين قبل التوقيع على العقود أو على الأوراق اقرأ بنودها أو استشير أهل الإختصاص وأيضا حاول أنك تحدد أهدافك برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة طبعا اليوم تشعروا بالثقة عالية جدا وكبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بما أن القمر خلص استقر عندكم فاليوم بتكونوا مميزين بأداءكم وهذه فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة بإمكانك اليوم أنك تطرح أفكارك أو أفكار جديدة أو تجتهد في إنجاح مشروع جديد اليوم عندك طاقة عالية وحماسة ووضوح بالأفكار وأيضا اليوم ممكن تحصل على معلومات أو خبر كنت بتنتظره برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا اليوم بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم السبت فبتبدأ فترة صعبة بسيطر التعب عليكم من وقت لآخر ممكن تفكروا في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء حاول تحمي نفسك من المحتالين بتهدأ وتيرتك وبتتراجع الأرباح والحيوية هاي فترة محبطة ومخيبة للآمل ورح تعدي يعني ليوم السبت صبر أهم إشي إنه تعملوا بشكل روتيني وتضبطوا أعصابكم وما تبدأوا بشيء جديد برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء اليوم اليوم كل مكاسبكم رح تكون من العلاقات الاجتماعية ومن الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شنو ما تبقوا واحدين بل سارعوا للمشاركة بأي مناسبة أو بأي حدث اجتماعي وحاول إنك تلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك اليوم أنت بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة والرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ قرارات إن لازم الأمر على المستوى المعارف والأصدقاء فهو قوي جدا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ولكن برضو بدكوا تحافظوا على سمعتكم من التشويه هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شنو ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم وتجنبوا التصرفات الارتجالية كل شيء لازم يكون مدروس ولازم يكون واعي ونركز جيدا على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا في السفر والاتصالات اليوم والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاع وحماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص عشان هيك اليوم دك تركز بشكل جيد بتكثر عندك الاتصالات الخارجية وممكن يجيك خبر من خارج البلاد بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز على الأموال المشتركة المال اللي معك شريك فيه فممكن اليوم أيضا تتفحصوا حساب مالي مشترك مثل بنك، ضريبة، تهمين، مال الشريك، مال الزوج أهمش أنه تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية إذا كان عندك توقيع أوراق تتعلق بالوضع المالي دقق بتفاصيلها ممكن يظهر موضوع قديم أو تهتم بمسألة قديمة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء شركاء العمل أو العاطفة يعني بمعنى آخر القمر في البيت السابع مقابلك تماما عشان هيك بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وما تعاند وما تعصب وما تفقد السيطرة على أعصابك أثناء الحوارات أو المواجهات ونسق بين مختلف الواجبات زي ما حكينا الهدوء مطلوب لأنه هاي الفترة بيكون فيها ضغط وانتطاقتك ضعيف شوي سهل استفزازك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء